انا راح اقرأ الثري جي بي بي سيكوريتي برينسيبولز اول شي قرأنا التبع الجي اس ام فالجي اس ام كان يستخدم السيم كارد اما الثري جي بي بي استخدم اليونيفر يوزر سيروز ايدنتيتي موديول اوكي يعني انا ما بعرف في حدا كان يحكي انها اليونيفرسال سيم كارد المهم انها يوزر سيروزز ايدنتيتي موديول اه يعني هذا بس الفرق ولكن بيستخدموا السيكوريتي برينسيبولز سبعة الجي اس ام بانه اوكي ايوغطين جي اس ام بانهم بiellستخدموا اليو اس يوزم و انها راديو انترفيس اينكريبشن اه اه راديو انترفيس فواح احنا احنا درسنا انو الاديو ترافيكوووهات انترافيكوووه فيل جي اس ام فهديك الصفحة نوعا ما زي المقارنة في عنا Limited Trust يعني ما بيبعتوا Secret Key Protection of Identity of the End User هاي لما يستخدموا TMIS و بيصححوا الأشياء اللي موجودة بالGSM بإنه بيصححوا مشكلة الفيك بيستيشن فهادي Correction Is cipher keys and authentication and data transmitted in clear between and within the networks فهمة يعني they don't share the cipher key هذا الفهمتوا والإنكريبشن is not used in some networks so it's open to fraud فإن the 3GPP اللي فهمتوا إنه لا بيستخدموا إنكريبشن مش مش زي الGSM فوالداتا إنتيغرتي not provided يعني داتا إنتيغرتي ما كانت موجودة بالGSM لكن هم بيعملوا Correction لهذا الإشي Correction للإنتيغرتي ولل cipher key إنه it's clear transmitted in clear وإنكريبشن اللي ما بيستعملوها لأنه لأنه it's so safe يعني it's a big network وصعب الواحد يعملها هاك they don't encrypt هلا الثق other correct principles هو أنه الـ security features in new kind of service providers حيكون عنا content providers ويال ايك ها إله دخل بالهوم هومومنتWORK إه only service providers HLR only service providers وثانتكارات تقدماتي على كينترول الأخبار على طبيبات المتحدة يعني انا عندي كنترول أكبر على الوزر بتبعي وفيها مجموعة رهينا التكنية المتحدة فاكتباتاتاتات اللي هي بتكون من الأقادية على طبيبات المتحدة فافيه رهيسيسنز وفي عناه مجموعة بقياساتات المتحدة يعني هلأ لو نرجع للسلايد هادي درسنا انه الـ 3GPP بالأول كانت للـ Voice الـ GSM كانت للـ Voice لكن هلأ عنا 3GPP فيها باكت سويتشين هاي للـ Voice وهاي للـ Packet Switching فهدول كلهم دي support Packet Switching فـ That's the idea انه دي focus on data داتا يعني Packet Data not the Voice بس والله وهلأ عنا الـ Authentication and Key Agreement هلأ الـ GSM كان عنا triplets صح هلأ اتغيروا تبدلوا مع Authentication Vectors طيب that have 5 elements عنا الـ Random, Expected Response, Cypher Key, Integrity Key and أشهادي A-U-T-N is a token, Authentication Token the Home Network to the Subscriber and proves the freshness of the Random Number أوكي فـ A-U-T-N هو عبارة عن هاي الأشياء وفيها Integrity يعني it proves the freshness of the Random Number اشي زي هيك فبطل عنا triplets صار عنا Authentication Vector اللي هو خمسة elements والراندوم نمبر هو بس راندوم نمبر بستخدموا للـ Authentication والـ Expected Response هو نبعت الـ Random Number أوهر لأحبارا Beispiel ويليس إعتباد الـ نبعت الـ أبعت الـ 我覺得 الإنكريption of the Random Number و الراندوم نمبر ويليس إعتباد الـ and the Cypher Key is the Encryption Key و و الفيز الأعبار بالـ بيستعملوا بالـ بيستعملوا بالـ بيستعملوا بالـ الـ بيستعملوا بالـ حتى بالبيستملوا بيستعملوا بالـ الـ و temporalثة الـ هذه الحالة الحالة protection of the key sorry is for integrity يعني it's added من اول ما كان عنا integrity check هلأ صار عنا بس اوكي هلأ عنا برضو تكملة هلأ عنا هادا الفيكتور صح فهادي السيكونس نمبر اس اكزورد ودا انوناميتي كي هادولا مع بعض هادولا it's one 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 number يعني هادولا it's like a bit of zero than one السيكونس نمبر هو for synchronization and the anonymity key هو used to hide the value of the sequence number يعني السيكونس نمبر احنا ما بدنا نرسله بالعلن لانه اي حدا ممكن يسرقه وي exploit that فاحنا بنعمله اكزور مع الانونيمتي كي بيعملنا anonymous اه اوكي والانونيمتي كي it also depends on the random number and the secret key فالراندوم نمبر هادا كتير مهم للاثنتيكيشن وبرضو لانو بيستعمل with with the secret key لانو اه اه الراندوم نمبر بيعني هلا لو بس نستخدم ال secret key رح يكون عنا نفس الكي كل مرة بس لو عنا راندوم نمبر حيتغير فالامف اللي هو الاثنتيكيشن management field authentication and key management field it used to pass parameters from the home network to the subscriber but not fully specified ان ده يوم تي اس تايندرد فاليو ام تي اس تايندرد هو اللي ام هادا اليو ام تي اس فاحنا هلن ندرس الثري جي جي بي بي صح فجست يعني معلومة اوبس نرجع ام او او اه الماك هو المسيج authentication code computed over the random number the sequence number طبعاً sequence number ما حدا حيقدر يعرفه إلا لو عنده الانونيوميتي كي فلما نعمل XOR مع هذا البرامتر يعني هذا البرامتر ال sequence XOR الانونيوميتي كي ما حدا حيقدر يعرفه حتى لو شافه إلا لو عمله XOR مع الانونيوميتي كي فحيتكنسل الانونيوميتي كي وحيضل عندنا sequence number فالsequence number بيستعملوه عشان نعرف إنه random number fresh ومنستخدمه مع random number وال AMF اللي هو authentication management field عشان to generate the Mac يعني الماك هلا أنا ببعد لحد ال authentication vector هو ما رحيقدر يسوي فيه إشي لكن إذا بعدتوا للشخص اللي عنده الانونيوميتي كي بقدر يطلع sequence number وبيستخدم authentication management field وبينتج الماك وبقدر يعمل verify لهذا الماك بس أي حدا تاني ما بقدر يعمل verify للماك لأنه لأنه it's also using the long term key لأنه برضو مش بس هدول برضو لازم يكون عنده long term key it depends on three stuff فهي طبعا what it does it's not just authenticating it's also adding integrity I guess هلا عندنا first of all هيكون عندنا authentication صح الhome environment اللي هو أريده والvisited network أول شي الhome environment هو اللي بينتج sequence number وهو اللي بينتج random number أما كل الكيز كل الكيز الcypher key anonymity key long term key كل هال keys موجودة عند mobile station يعني user secret key بيكون موجود عند mobile station بس mobile station ما بقدر ينتج ها إلا لما يكون عارف random number و sequence لأنه sequence عشان يعمل synchronize مع random number generation of cryptographic material random number والkey بيعمل authentication vector أكي authentication vectors بتكون موجودة لأنها بتنبعث للvisited network تكون موجودة عند visited network اللي هي random number بيكون موجودة عنده expected response والcypher key والintegrate key والauthentication authentication لأ هاي الآثنتيكيشن vector هاي الآثنتيكيشن token عفوا يا الله أنا أسويا جماعة كنت أنادي هاي الآثنتيكيشن vector هاي الآثنتيكيشن token الآثنتيكيشن هلا الآثنتيكيشن الvisited network عندها كل هدول بس ما بتقدر تعمل فيهم اشي ليش لأنه أولا ما عندها long term secret key وأيضا ما عندها الانوني متي ما بتقدر تنتج اي key لو بدي أعطيها الانوني key لازم أبعت الهيال cipher key لازم أبعت الهيال هي ما بتقدر تنتجه لكن لو لاحظتوا الvisited network ما بتبعت الكي بس بتبعت الrandom number والاثنتيكيشن vector اللي فيات هال mac sorry الآثنتيكيشن token وبتبعت الrandom number بس ما بتبعت اي other key ما بتبعت الcypher key integrity عادي لأنه الhome network بقدر ينتجها لحاله ولما ينتجها لحاله بيعمل نفس الشي بالضبط بيستخدم الrandom key اللي نبعت له والsequence key بقدر هو يعملها extract لأنه عنده الانوني key بقدر يعمل extract by exhorting وبالتالي بيقدر ينتج كل الkeys cypher key whatever بعدين وبقدر ينتج كمان وبعدين بيعمل بيعمل verify لل authentication token by verifying the mac and then this way he verifies the home network and then he sends back the response and the response is compared to the expected response اللي بتكون مبعوطة أصلا موجود جو ال authentication token وكي لأن authentication token أصلا موجودة بال authentication vector بعدين وبس بيكون عنا ال cypher key وال integrity key لهذا المسج لأن it keeps changing وهذا بقدر يحسبها لأن عنده random number وعند sequence number يعني بيعمل نفس الشي sequence number و random number وبنتج منها كل values لأن خلص انبعتت فبهاي الطريقة actually the home environment doesn't need to authenticate the mobile station because already هو عنده IMSI تبع mobile station فهونا هي نفس الشي اللي شرحنا هون هو جوه هذا البوكس هو جوه هذا البوكس عندنا sequence number و random number input وهذا هو inside of the box ال ايش هذا ال management field authentication ايش هاي authentication management field authentication and key management field ايش بيكون ايه 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 وهدولة بتغيروا ال بيتغيروا لكل session في مش لكل session يعني بس هدولة بيكونوا وهاي بتكون already موجودة وال كي طبعا already it's fixed ف هاي نفس ما قلنا انو ال key ال key it's used to generate all of the things and also the random number is used to generate all of the things to make it unique لأن هذه fixed فالrandom number بيعمالها unique بعدين عنا ال first parameter الماك to add integrity we have the AMF and the sequence number فالsequence number is only used in the first part for integrity to verify the freshness of the random number and this is used for the verification okay it verifies the Mac but also the response it verifies the mobile station okay و بس هاي نفس الشي فال authentication and key management هذا هو key management field is part of the authentication token اللي حكينا من أول و authentication vector هو random number مع expected response مع CK مع IK مع authentication token هذا بيكون موجود عند listed network بعدين عنا هاي نفس الشي نفس الشي هاي authentication token بيكون جوات هاي هاي الثلاث أشياء هلأ هاي ال USIM user authentication function in the USIM وهادي generation نعمل generation هاي بتكون عند ال home network هاي بتكون عند الجوال عند هاي generation بتكون عند ال home environment وعند الجوال بيصير هاد الاشي user بتكون عند ال user فالuser he receives the random number و he receives the authentication token من visited network فطبعا ال authentication it only happens for the visited network فال authentication token بيكون عند هاي الاشياء وهو ال user بقدر يعمل extract لل sequence number بيعملها extort مع ال anonymity key وهاي بقدر ينتجها من ال random number وال key fixed key لانه احنا قلنا all of the keys depend on the key and the random number for random number will long term key are input for all of the generations but he already received the random number he already has the secret key so he can generate all of these values easy to generate except for function one he needs the sequence number which he can find and then he will obtain the x mark from function one he will verify the mark from the authentication token and then he will also verify the sequence is in the correct range okay هلا عنا functions one two three هاي شفناهم بس فى عنا كمان F1 star or F5 star used in case the authentication procedure gets desynchronized okay لنه sometimes this happens و هدولا they are operator specific so عنا في 3GPP ال functions they are all operator specific however the 3GPP provides a detailed example of my lineage algorithm and it's based on the AES and it generates the high mileage generates all the seven functions from F1 and F1 star to F5 star no no it's going to have to I did it skip every time I see it I'm just going to ignore it لأنه I think هاي المقصود فيها إنه المايلناج أو هاي الإشي اللي بعملوها عشان يعمل الجنريشن للفونكشن 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 للففيف هلا إحنا أنا I when I was studying the GSM قلتلكم إنه is signaling is some control signaling maybe unprotected okay unprotected لكن إحنا هنا عنا protection signaling integrity protection method آآ فكيف بناخد من منحط نستخدم اللي ما استخدمناه من قبل ومنستخدم الفنين فونكشن وعننا الكاونت فرش وديركشن أنا يعني مش مش محطوط بالسلايدات إيش هدولا ومن وين نجيبهم بس آآ هاي الماكتب على الانتغريتي والأكسبكتد ماك تبع الانتغريتي اوكي اوكي اوه هنا مكتوب انه آآ اوكي الفرش هو الراندوم آوتبوت فرش راندوم نومبر فالسندر ممكن يكون الرسيفر ورسيفر ممكن يكون السندر عادي ممكن تكون الراديو نتورك كنترولر او الموبايل هلا عنا الصيفرين اللي منستخدم فيه لسي كي بكون عنا البرر I think البرر هو زي الهدر وبيكون عنا كونتر للصيفر وهذا كونتر للانتغريتي واللينث اللينث بكون انبوت والديركشن وهدي الفنكشن F8 يعني هاي F9 للانتغريتي اما F8 نستخدمها للصيفر ننتج الصيفر وهذا الكي وحيكون عنا الصيفر تكست برضو هادا it's interchangeable هلا هادي كيف مننتج ال F8 فنكشن اللي هي الصيفر اللي بيعطينا الصيفر فقلنا عنا الكونتر والبيرر والديركشن كاسومي اكيد هاي زي يعني لسي كيف منحدث كيف بنانهمxx they like its like maybe a block a block a block cypher let's sayixis ah again if its reversible its probably some block cypher or stream cipher or something i'm guessing block cypher as it is done in blocks why its its done in ne sequence for the first for the first block of the keystream is the second block of the هي كسومية زي ما قلنا الحمدللّه الحمدللّه 3GPP security is improved with respect to the second generation التي كانوا يستخدم فيها GSM ضافوا الـ اللي هي هاي they are published وانتغريتي of signaling messages is protected اللي هي كانت قبل اتنين slides هاي و quiet conversation conservative solution وعننا الانونيمتي of the user is not completely protected is not completely protected فعننا مشكلة بالانونيمتي وبس